أنا عايز بس أقول خبر مهم خبر محلي بقى بس هو مهم جدا بصراحة ومفاجئ بالنسبة لأشياء الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع زكريا الوردي بأطراضي بحسب الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحسب بقى أعلن منذ لحظات فسخ عقد زكريا الوردي بأطراضي محيش هو كان الكلام اللي تقال إنه هو متأثر نفسيا بسبب مطشل سوبر ده أمير مرتضى قال كده بعد المقرد ده الأمير مرتضى فيعلان قاله النهاردة فأعتقد إنه هو الضغوط كانت عالية عليه وخصوصا كمان إن يعني اللعيب برضو مش في بلده يعني طبعا هي مصر بلده التانية طبعا بس كل اللعيبة بتتضغط عليها كامل عيب بلايب مرتشعش في اللعيبة هم تقدرش تستحمل للأسف العمل النفسي والزهني دايما إحنا ما بناخدش بالنا منه ويا ما أثر على العيبة ويا ما نهى مسيلة العيبة يعني هاريما جوير ده أبسط مثال ما متأسرش جبلها جبلها ما متأسرش يا عبد فيه لعيب ممكن يستحمل زهري ما جوير وبتأسرش فعلا فيه لعيب ممكن من أقل فرصة ومن أقل خطأ اتأسر ومش قادر إنه هو يكمل طيب الخبر تاني الزمالك يعلن رسميا فسخ عقد لعيبه المغربي زكريا الوردي بالترادي